اشتركوا في القناة الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ما كان بيتكلم عن الماء في مواضع كثيرة في القرآن كان يقول أنزلنا من السماء وانزلنا من السماء ماء على طول كان المصدر بتاع الماء السماء وأنا كان بالنسبة لي السماء دي ما هي على الصحب اللي موجودة في نادية وضع مصدر الماء كان بيجي في دماغي الأرض الصحراوية اللي ما فيش فيها خلص صحية في مناطف العالم ما بينزلش فيها مطرق خالص وفيها مية جوفية طب المية بيتيجي منين يعني ما منزلتش بقى من السماء وبعد ذلك لفت نظر كلمة في أحيا به الأرض بعد موتها اللي أنا كنت تبقى أفهمه زمان على حسب علمي إن الحاجة بتبقى حية أساساً وبعد كده بتموت أو مرة عرف الحاجة بتبقى ميتة في أحيا به الأرض في أحيا به الأرض بعد موتها يعني الأرض كانت ميتة وبعد كده أحيت فلم كنتش فاهم المقارن دي الحاتم أقريت في تركيب الأرض وزي كوكب الأرض تكون وانكتشفت أو لقيت إن العلماء اكتشفوا إن الكواكب بتاعتنا بتقسمها نوعين مجموعة داخلية بسموها والمجموعة الخارجية المجموعة الداخلية مفيش فيها مية خلص تماماً ليه؟ لأنها رايبة جداً من الشمس وبالتالي درجة حرارة عالية جداً لتاعتها بتخلي المية اللي فيها تتبخر لو كان فيها مية أساساً لكن لما ببعد عن الشمس بطلع برة ببتدي درجة حرارة قل وبالتالي بيبقى في فرصة لتواجده المياه وتبقى مية كمان موجودة في صورة سلوك وسلوك كسيفة كمان الأرض موجودة في المدار اللي هي ولا قريبة ولا بعيدة ولا قريبة بحيث إن المية اللي فيها تتبخر ولا بعيدة بحيث إن المية اللي فيها تتجمد تماماً ومبقاش فيه صالح أو الجو كله تجمد تماماً وبقاش فيها غير صالح للحياة عليها فالأرض موجودة في المكان المناسب لكن أثناء تكوينها وإحنا هنتكلم هنتكوين الأرض في حلقة الحديث إن شاء الله أثناء تكوينها الأرض ما كانتش فيها مية وأثناء المراحل قوانية الأرض اللي ابتدت من ستة وستة من عشرة مليار سنة الأرض بتاعتنا بتاعت تكوينها من ستة مليار سنة ستلاف وستمائة مليون سنة ده ده وقت فضيع جدا في مراحل تكوينها كانت سخنة جدا درجة حالية عالية جدا لا تسمح بتواجد المياه عليها ولو كان عليها مية بتركيبها هتلازم أن تتبخر حانا قلنا أن احنا فقدنا 25% من المحتوى المائي للكرة أرضية من ساعة نشأتها لحد الوقت وجود الغلاف الجوي بعد كده في مراحل المتأخرة كان بيمنى عن المية تهرب لكن قبل كده ما كانش فيها عندنا مية خالص وبالتالي الأرض في الداية تكوينها ما كانش فيها مية كانت الظروف اللي فيها لا تسمح أن يبقى عليها مية بعد ما حصلها كولينج بعد ما بردت وتخد مليارات السنين بعد ما بردت الكرة الأرضية وأصبحت في المكان المناسب أو في البعد المناسب من الشمس ولا هي قريبة المية اللي فيها تتبخر ولا هي بعيدة المية اللي فيها تتجمد والجو كله تجمد في الوقت المناسب أنزل إليها المياه جات لها المية من الفضاء الخارجي ربنا سبحانه وتعالى لما ندرس تركيب الأرض المية مش من تركيب الأرض تركيب الأرض العناصر الموجودة في الأرض عارفينها لكن المية مش من تركيب الأرض المية أنزلت على الأرض من السماء في الوقت المناسب في المرحلة المناسبة من تكوين الأرض في خلال أعمال الجيولوجي الناس بتاع الكوسميك جيولوجيست اللي هما بيدرسوا التركيب الجيولوجي للمجرات والأوبجيكس أو الكواكب والنجوم بيقولوا إن فيه أكتر من نظرية فيه أسترويد وفيه كومت الأسترويد زيليه النازج نازج اللي إحنا من وقت للتاني بنشافها بتضرب الأرض على فترات مدابعة جدا هنحنا فاجأ بعد كده في حلقة الحديد إن فيه أطنان من النيازج بتنزل الأرض كل سنة بعضها بيبقى صغير جدا اللي يورى بالعين يعني ما بنشافهوش بيوصل لفصورة التراب وبعضها بيبقى كبير زي ما بنشوفه بيولع في السماء هنحنا بنتلع نشوف شهر أغسطس فيه واحد من الميتيور شاورز المشهورين جدا بنتلع في الصحر نتفرج عليها نسأله إن الأسترويد في الوقت المناسب من تكوين الأرض تدت تضرب الأرض وهي محملة بالمياه بس تركيز المياه في الأسترويد قليل فأنا محتاج كمية كبيرة جدا من الأسترويد تضرب الأرض عشان معدنا الحجم المهول جدا من المياه دوت يخلي الأرض صلاحها للحياة في التفسير الثاني الكومت والكومت ما هي أو اللي هي المزنبات اللي احنا بنشوفها زي المزنب هالي هالي كومت ده اللي هو بيليف حوالي بييجي لف حوالي الشمس كل مئة سنة مرة على ما أطغط حاجة كده يعني يسروني في الرقم اللي مش فاكر دلوقتي الكومت ما هي إلا ميا ميا مسلجة في الفضاء الخارجية مختلط بها بعض الصخور وبعض الأطربة لكن سعين في الماء من تكوينها ميا فبتحتوي المحتوى الماء بتاعها عالي جدا 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 لما الكومت دي أو المنضمن نظريات العالمية إن الكومت دي لو ضربت الأرض في الوقت المناسب حت تدينا كمية كبيرة جدا من المياه فالاقتراحة اللي اقتراحوا للناس اللي هم الكوسميك جولوجيست إن في مرحلة معينة تم إنزال المياه على الأرض من الفضاء الخارجي أو من السماء لو إحنا اعتبرنا إن السماء دي كل ما هو حوالينا كل ما هو خارج الغلاق في الجوي أو لربنا سبحانه وتعالى قاله لسيدنا محمد من 1400 سنة كانش ينفع يكلمه أو ما كانش ينفع يكلم الناس البشرية دلوقتي وشارح لهم الكلام ده كله لكن كان معنا كلمة أنزلة من السماء اللي هو نازل من فوق خارج نازل برا الكرة أرضية هم في موة السحاب دلوقتي بقى العلم اللي احنا توصلنا له نقدمش احنا مش بنتكلم عن السحاب احنا بنتكلم عن أصل المياه في الأرض ده النزل من الفضاء الخارجي جاء عن طريق الأسترويدز جاء عن طريق الكوميتز في وقت مناسب بكميات معينة قدت الأرض الكمية المحتاجاها من المياه عشان تحيا بيها الأرض هنا بقى بيها فأحيا الأرض بعد موتها لأن الأرض ساعتكت ميتة مفيش فيها حياة خالص مفيش فيها أي كائنات وخلقنا واجعلنا من الماء كل شيء حي ظهور المياه وبعد ماء مياه استقرت على الأرض وبالتالي الأرض نفسها تحولت من كائن مخلوق ميت لمخلوق حي بعد انزال ربنا صحنا وتعالى المياه من السماء فكده كل حاجة بقت واضحة انزلنا من السماء خلاص يبقى المياه مش مصدرها الأرض دي نزلت علينا من فوق نزلت علينا ربنا بعتهلنا من السماء والتفسير الثاني بتأحيا الأرض بيها دمعة دموتها بقت واضحة كمان جدا اللي هي بقت واضحة جدا بعد ما معرفنا العلم اللي بيقول ان المية مش أصلها مش من أرض المية أصلها من السماء نزلت لنا من فوق عن طريق عل طريق ولما درسنا تركيب المية اللي موجودة في mercos تركيب المية اللي موجودة في النياز كان عن طريق حاجات كتير أوي على فكرة ندري نعمالها شباق الحاجات اللي بتنزل للأرض أو الحاجات اللي احنا ج exhausting جمعناها من الفضى أو عن طريق أطيافabi لما علينا انها عندنا طرق كثيرة جدا طائسة كمان كم كالمسود حدر تركيب بيها بيسموها الووتر سيجنيتشر او الووتر تيست تركيب المية لانها مشابهة اللي موجودة في القامتس واللي موجودة في الأسترويد مشابهة للمية الموجودة في المحيطات نفس النسب ما بين الهيووتر والنورمال ووتر وبالتالي فعليا المية بتاعتنا مش اصلها من الارض مش موجودة من الارض ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزلنا علينا من السماء في الوقت المناسب عشان يحيو بيها الارض بعد موتها الارض كانت كائن ميت نفيش عليها اي حياة انه مفيش مية اول ما نزل عليها المية وربنا قاله اجعلنا من الماء كل شيئا حي بتادي تظهر الحياة على الكرة الارضية الكلام ده كان من مليارات السنين وهنا الاية قدامنا بقت واضحة وبقت تتصق مع العلم اللي احنا اكتشفناه اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلوا على نبينا من 1400 سنة اتمنى حرقة النهاردة تبقى بسيطة ان شاء الله في حلقة قريبة جدا هنتكلم عن الحديد هنشرح فيه بقى تركيب الارض حصل ازاي وازاي برضو الحديد يتكون على الارض لان دي حاجة مهمة جدا 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 من المواجهات الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى او من العلم المستخبي في كتاب الله سبحانه وتعالى شكرا لحضراتكم وتمنى الحلقة ونعجبتكم والى لقاءة اخر من برنامجنا برنامج اياتهم بعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة